موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام توعد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج بمقاضاته اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود الجيش في الشرق عقب استهداف أحد الأحياء المدنية في العاصمة الليبية طرابلس 12 يوما على بدء هجوم قواته الخاطف للسيطرة على طرابلس هجوم لم يستطع من خلاله تثبيت جميع محاور الاشتباكات التي أرادها فكانت لحكومة الوفاق السبق والغلبة في معايير القوات العسكرية فعلى صعيد المعارك الدائرة منذ أيام في محيط العاصمة طرابلس أحرزت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا والتشكيلات العسكرية المنضوية تحتها تقدما ملحوظا في عدد من محاور القتال بمحيط المدينة حفتر والذي بدت قواته عاجزة عن تحقيق أي تقدم تجاه مركز العاصمة وفشله في تحقيق أي تقدم يذكر في المواقع الاستراتيجية على خلاف التقدم السريع والذي كان في الأيام الأولى للهجوم يبدو أنه اليوم قد بدأ يعد أحجار سبحة الندم عن تلك الخطوة التي يراها مراقبون بأنها كفيلة بإدخال البلاد في دوامة حرب لن تكون رحمة لا بأهلها ولا باستقرار مظاهر الحكم في البلاد خلف الكواليس يعتقد بأن دولا حليفة لحفتر تحاول لعب دور من أجل الخروج بحل يحفظ ماء الوجه لجميع الأطراف من دون أن يمس بصورة حفتر بعد أن عجز بالقوى عن حسم المعركة لصالحه حيث تعتزم بريطانيا تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو كافة الأطراف لوقف فوري لإطلاق النار وذلك ما يفسر التوجه الغربي هذا أرحب بضيفي هنا في الاستيديو محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني العام أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من محطات سياسية نفتح الملف الليبي ونتابع معكم هذه التطورات في البداية كيف تنظرون اليوم إلى الحالة التي وصلت إليها ليبيا الحالة التي وصلت إليها ليبيا في ذروة الأزمة ليبيا في 2011 عندما انتصر التوار وكان هناك تدخل إيجابي لصالح الثورة أنجزت الثورة في غضون 8 أشهر تقريبا مسألة أو موضوع إسقاط النظام وباشرت فورا في بناء الدولة المدنية الديمقراطية وأصدروا الإعلان الدستوري وأجروا انتخابات في غضون 8 أشهر بعد قتل الإيدافي لكن طبعا قوى الثورة المضادة من أزلام النظام السابق ومن المحيط العربي ومن المجتمع الدولي أيضا قوى المتنفدة في العالم واضح أنها لا تريد لهذه المنطقة أن تقيم دولا ديمقراطية مدنية يحتكم فيها الناس إلى القانون تسود فيها القانون ويحتكم فيها إلى صندوق الانتخاب اللي هو يختار من يدير الشأن العام ومن فطبعا هذا أدى إلى إرباك المشهد وتدخل السفر الأول كان من خليفة حفتر عندما أعلن يوم 14.02.2014 انقلابا على الدستور وأعلن فيه عبر قناة العربية التي تملكها الإمارات وهو تدار من الإمارات أعلن انقلابا على الإعلان الدستوري وأعلن تجميد الإعلان الدستوري وحل المؤتمر الوطني العام المنتخب من الشعب وبدأت من هنا بدأت سلسلة التراجع في المشهد الليبي طبعا لم يجد أي تجاوب في المنطقة الغربية كان يأمل أن يكون لديه أنصار في المنطقة الغربية لكنه عندما فشل ولم يخرج ولم يستجب لندائه الذي أصدره عبر بيانه الانقلاب في التليزيون لم يخرج إليه أي أحد ولا جندي ولم يحرك عودة قش في طرابلس لكنه ذهب إلى المنطقة الشرقية المنطقة الشرقية فيها حراك انتهازي الحقيقة يخمد عندما تكون الدولة قوية ولكن عندما تضعف الدولة يبدأ في المطالبات الفيدرالية وفيها نفس انفصالي أيضا طيب اليوم لو تحدثنا عن توزع هذه القوى الليبية أين تتوزع على الأراضي ذكرت الشرق وذكرت الغرب من يكون فيها حتى نوضح للمشاهدين في المنطقة الشرقية الآن سيطرة حفتر سيطرة كاملة وأحكم القبض الأمنية على الناس وعلى المواطنين ولم يعد هناك أي صوت ممكن يواجه أو ينتقد حفتر أو يعترض على سياسات حفتر أو يعترض على أفعال حفتر الآن حفتر وأولاده وكتائبه يفعلون ما يشاءون يعتقلون من يشاءون يعذبون من يشاءون يقتلون من يشاءون أمام الكاميرات ويفعلون ذلك دون حسيب ولا رقيب في المدة الأخيرة انتقل إلى منطقة الجنوب الجنوب يعني الدولة الليبية عانت فيه من فراغ أمني وسياسي كبير تمدد فيه عبر استعانة بعصابات من كتائب المعارضة السودانية والتشادية استشتراهم بالفلوس طبعا فلوس تأتيه من الداعمين الإقليميين الإمارات والسعودية الأسلحة تأتيه طبعا من الإمارات والسعودية هناك قاعدة جوية إماراتية تحديدا يديرها إماراتيون بها طائرات إماراتية هناك دعم بالطيران والجنود والأسلحة والخبراء من فرنسا قتل لفرنسا جنود على الأراضي الليبية واعترف بهم أولند الرئيس السابق تمدد في الجنوب الفترة الماضية والآن يريد أن يستكمل مشروعه الانقلابي بالاستيلاء على طرابلس إذا ما تسألنا ماذا فعل حفتر في ليبيا واختصرنا الإجابة كيف تكون هو أربك المشهد الديمقراطي ويريد أن ينقلب عليه ويريد أن يقطع الطريق على الطريق الديمقراطية وبناء الديمقراطية بالانقلاب العسكري ثورة مضادة ربما يمكن توصفها بهذا التوصيل ثورة مضادة لأنه الثورة نحن معلنة أهدافها بناء الدولة الديمقراطية المدنية وهو يريد أن يعيدنا إلى حكم العسكر والاستبداد العائلي حتى مش عسكر أولاده الآن هم من يمسكون بزمام الأمور وحتى يستنسخ تجربة القدفية حتى فيه ابنه مش عارف من يحصل على درجة دكتوراه يقول له دكتور أعطاه مشروع شبيه بمشروع ليبيا الغد متع سيف الإسلام سماه ليبيا في العلالي حتى في المصطلحات هناك تشابه حتى في موضوع الزحف وغيرها نسخة مقلدة رديئة التقليد للجدافي والنظامة من المؤلم هنا أن نتابع حفتر وهو يقوم بقصف ليبيا أو قصف ترابلوس في الأيام الماضية راح ضحية هذا القصف عشرات من الشهداء والجرحى كذلك الأمر كيف تابعتم هذه البهلوانيات ربما أنصح توصيفها بذلك التي قام بها حفتر وأجر من فيها سلوك حفتر هذا سلوك معروف أي قوة معادية للحاضنة الشعبية أو للساكنة شبيه بالسلوك الصهيوني في غزة وفي جنوب لبنان لا يقيم وزنا للخسائر المدنية عادة الدول التي تحارب الإرهاب داخل أرضها لا تعتمد على قصف بالطيران ولا تعتمد على أي منطقة أنت مسيطر عليها بالجيش أو تعتبر نفسك أنت مواطن فيها إذا كان هناك إرهابي أو مجرم هذا تعتمد أسلوب العمليات الأمنية والاعتقال وربما حتى القنص لكن أنك تقصف بالطائرات هذا أسلوب لا يستخدمه إلا عصابات الصهيونية في فلسطين في غزة حتى في الضفة الغربية يعتمدون أسلوب العمليات الأمنية ويطلقون عشرات الجنود لاعتقال المطلوبين لكن أنهم يقصوا الضفة أول لأن تحت سيطرتهم يقصفها بالطيران ربما هو يتربى في مدرسة الأسد في سوريا في هذا الإطار هو هذا هؤلاء عداء الشعوب هؤلاء الطغات لا يمتون بصلة إلى الشعوب التي يزعمون أنها محتاجة إليهم ومحتاجة إلى خدماتهم الاستبدادية فهما يقصفونها ولا يبالون وهفعل هذا في منغازي وفي درنة والآن يكرره في طرابلس يعني هو السلوك هدائي ليس جديدا على حفتر ورغم أن كل المؤشرات تشير وتفيد بأن قوات حفتر هي من أطلقت الصواريخ على طرابلس إلا أن المتحدث باسمها لواء أحمد المسماري أنكر مسؤوليتها عن القصف وحمل المسؤولية لما سمهاها المليشيات الرهبية طبعا هنا يشير إلى قوات حكومة الوفاق أنا أبنشير لحاجة أحد أنك في المقدمة أشرت إلى أن الجيش هو ليس جيشا هو مليشيات يعني عنده كتائب التوحيد السلفية دي المليون نعتبره أن نسموها المداخلة وعنده كتائب أولياء الدم وعنده صحوات هو يعني ليس جيشا مرتزقة هم مرتزقة وعنده جنود مصريين وأسر ضابط مصري في الحملة الأخيرة فهو يعني وباعتراف حتى من انضم إليه طبعا هناك بعض الضباط قال لحنا مش جيش العقيد فرج البرعصي قال لحنا مش جيش ليس جيش نحن يعد على الأصابع العسكريين الذين منضمين تحت قيادة حفتر لكن هذه المناحضة الأولى الكذب هداي أنه هو الميليشيات التي في طرابلس هي التي تقصف طرابلس هذا من أكاذبه يعني هناك فيديوهات منشورة يعني منشورة في الفيديو لجنوده لأتباعه الذين يهاجمون طرابلس يقولون أنه سنعيد طرابلس للأكواخ لحالة الأكواخ لأنه مقصفه حي الأكواخ لأنه كان في السابق قبل ظهور نفط فأصبح عمارات فقال نعيده أكواخ فهذا كان هو جنوده كيف يقوله يعني القصف من وبعدين المنطقة التي يزعم بأنها تخرج منها الصواريخ يزعم حديقة الحيوان بينها وبين الحي الذي تقصف الطريق العام كيف صواريخ قراد تستطيع أن تقصف هدف يبعد عنها عشرة ثمتار ولا عشرين متر هذا لا يحسنون للكذب أيضا هم يكذبون ولكن بغباء الكذب هم مفضوح لا نلتفذ إحنا إلي كذب يعني اعتدنا على مثل هذه الكذب وهم أصلا فكرة الكرامة نفسها قايمة على أكذوبة أنه يحارب الإرهاب هي أصلا الأكذوبة كبرى صورها للعالم وصور نفسها أنه يحارب الإرهاب والإرهاب داعش خرجت من بنغازي وهو الذي وفر لها الممر الآمن لانضمام إلى إخوانهم في سرط والذين يحاربهم الآن يحاربهم حفتر ويسمي فيهم ميليشيات هم من قاتلوا الدواعش في سرط بؤرة الدواعش الكبرى في ليبيا عندما تمركزوا في سرط ودفعوا فيها أكثر من 700 شهيد في سبيل القضاء على هذا التنظيم الإرهابي فهي يعني يكذب هو يعني لا حصر لأكاذيبه يعني هو عايش على الأكاذيب ولكن هنا المجتمع الدولي طبعا يراقب ما يجري ويعرف ما يجري المجتمع الدولي يعلم ما يجري المجتمع الدولي عندما يقصف عندما اتهم بشار الأسد خصومه بأنهم إرهابيين لم يفعل شيء وعندما اتهم الإخوان المسلمين الذين نجحوا في خمس استحقاقات انتخابية في مصر اتهمهم السيسي بالإرهاب ومنظمة إرهابية لم يفعل شيء المجتمع الدولي عنده هدف معين المجتمع الدولي سياسة المجتمع الدولي وهدف المجتمع الدولي أن هذه المنطقة يجب أن تبقى كما كانت في حالة السكون القبوري اللي تحت الاستبداد والتخلف والحكم العسكر ولا تبنى فيها نهضة هناك شراكة بين المجتمع الدولي وبين الطغاة والماريقين الذين يخرجون مؤكد هذا الربيع العربي الآن هو الربيع العربي من مزاياه أيضا كشف الغطاء عن هذه الكدوبة يعني كانوا يحكموننا بالوكالة عن المجتمع الدولي هؤلاء حكامنا الذين نصبهم موظفين لديه القوة المتنفدة المجتمع الدولي على فكرة طارق متري الذي كان مندوبا للأمم المتحدة في ليبيا قال أنا لا أعرف شيئا اسمه المجتمع الدولي وفي الفعل هو هناك قوة متنفدة في العالم ومصادرة أو مختطفة القرار الدولي في مجلس الأمن نحن في سوريا بمجلس الأمن أصبح لدينا معروف باسم مجلس الخوف كذلك الأمر نعم يوم الثلاثاء عقد مجلس الأمن في التوقيت الذي قصف فيه حفتر طرابلس نعم في ذات التوقيت هو الهجوم على طرابلس يوم أربعة أربعة تقريبا أو من حوالي 14 يوم تقريبا الهجوم بدأ على طرابلس عندما كان الأمين العام للأمم المتحدة في طرابلس يزور طرابلس صحيح يعني لا يجرأ أي خصم على مهاجمة منطقة فيها يزورها الأمين العام إلا إذا كان هناك يعني رضا أو شعر بأن هناك رضا ولكن بعد مغادرته لا 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 وهو في نفس المكان هو في العاصمة وبدأ الهجوم على المنطقة الغربية وعلى طرابلس وهو موجود وهو موجود ولما خرج قال قلبي يتفطر على ليبيا طب هنا غستان سلامة ما الذي يقاله مالده غستان سلامة كذلك تجاهل كل جرائم حفتر وإحنا قلنا له غستان سلامة قلنا له الذي فعله في جنفودا في بنغازي منطقة حاصرها ومنع عليها علها الماء الماء والدواء والطعام ناس ماتت عطشا ومع ذلك لم يفعلوا شي لم يفعلوا شي هؤلاء لا يبحثون عن المجرمين ليعاقبوهم هؤلاء لا يبحثون عن المجرمين لينصبوهم علينا حكاما وطغاة هذا الدور الذي يلعبه غستان سلامة هذا الدور الذي يلعبه ما يسمى بالمجتمع الدولي والمبعوث الأمم نعم وموظف لديهم حكاية الاستقلالية والنزاهة والوحدة المفروض تكون في مبعوثين دوليين وهم إذا هناك هناك صفاف على الأقل في منطقتنا ربما في مناطق أخرى في نزاعات أخرى في العالم ربما يبعثون شخصا وعطوهنا والاستقلالية والنزاهة ولكن في منطقتنا هم يعني هم يعتبروننا خصما حضاريا لا بد من كسره ولا بد من أن يحجبوا عنه هذه الحقيقة اليوم نعم وهذه حقيقة من ألف عام في الأيام السابقة نشرت قوات حفتر مقاطع فيديو تظهر إطلاقها صوريخ جراد على مناطق بالعاصمة وكانت تلك القوات بدأت في الرابع من الشهر الحالي هجوما تحت مسمى طوفان الكرامة لاجتياح طراء الروسوسي طرت على أو في بدايته على مدينة غريان ردت حكومة الوفاق بإطلاق عملية بركان الغضب ما المتوقع بعدها المتوقع بعدها اللي حصل أن هناك انكسرت حدة الهجوم الغادر المناطق التي احتلها في غريان وفي بعض المناطق احتلها ليست بمواجهة عسكرية المناطق التي احتلها احتلها في غريان مثلا اشترى بعض الكتائب أو بعض المسلحين أو بعض من أقنعهم أو أغراهم بشيء ما ودخل المدينة بدون قتال ليس هناك قتال عندما ووجه بالقتال اندحرت قواته في كل المواجهات بل كانت تستسلم استسلمت كتائب كثيرة وسلمت أسلحتها وسلمت مدرعاتها وسلمت في القتال يجبنون ولهذا عندما شعر بالهزيمة لم يجد إلا أن يلوي ذراع المقاتلين والمدافعين بقصف المدنيين رأينا هذه الجرائم التي تتفضل بذكرها رأينا فيس الراج طالب تحويله لمحكمة الجناية الدولية في هذا الإطار هنا كذلك المبعوث الدولي إلى ليبيا يعني يتحدث بعض تصريحات فيس الراج ويقول استخدام الأسلحة العشوائية والمتفجرة في المناطق المدنية يشكل جريمة حرب برأيك هل سيكونك سياق يأخذ مسار تصعيدي من الممكن أن تقول أو يقول المجتمع الدولي أو مجلس الأمن تعالوا فالجرب وحفتر أم أنهم سيطلقون يدهم بشكل أكبر أنا أعتقد أن يعني لن يكونوا جادين في ربما يبيعوننا كلاما وأوهاما وكما الخط الأحمر والإنذار الذي أطلقه أوباما لبشار الأسد والأسلحة كيموية خط أحمر وهذا ذلك كله أصبح يعني كلام لا معنى له ولا وزن له ولا أثر له في الواقع وأطلقت يد بشار وكذلك أطلقت وهذه ليست الجريمة الأولى حصار قنفودة وحصار بنغازي وحصار درنة سوابق ولن تكون طرابلس يعني أكرم على ما يسمى بالمجتمع الدولي من من درنة ومن بنغازي ومن حلب ومن حما ومن الغوطة ومن درعة ومن غزة هذه أشياء يعني نحن أمة واحدة وينظرون إلينا هكذا ينظرون لعينينا يجب أن تبقوا أحياء كسوق لمنتجاتنا ولكخدم لنا وترواتكم يجب أن تذهب إلينا هناك إذا كان عندكم بترول أو عندكم أي موارد أخرى يجب أن نكون تحت أيدينا وتحت سيطرتنا هذا هو هذا هو سياستهم هذا ما يقودهم لكن بالمقابل المبعوث الأممي أدانا هذا القصف الذي قام به حفتر ولم ينسبه إلى حفتر قال أنه يتحمل المسؤولية ليس كل من شارك فيها بل كل من أعطى الأوامر كذلك الأمر أيه باهي لكن هو هل قال حفتر لم أسمع أنا لم أسمع هو السراج السراج لأول مرة ليلة الأربعاء يذكر اسم حفتر ليلة القصف يذكر اسم حفتر ويصفه بالإجراء رغم المطالبات يعني المطالبات ليش ليش السراج تأخر في هذا لأنه صنيعة المجتمع الدولي لأن الذي عين السراج هو المجتمع الدولي وبالتالي لا يريد أن يغضب المجتمع الدولي ويرى أن حفتر أو كان يرى على الأقل إلى ما قبل ليلة الأربعاء كان يرى أنه ممكن يكون شريكا في الحل السياسي لكن الآن يراه مجرم حرب هو الآن قال هذا الكلام ولا أدري لا أدري نتيجة هذا الكلام على الواقع على الأرض الواقعة هل سيذهب يعني إلى نهاية الطريق في هذا الموضوع ويعتبره مجرما ولا يجلس معه ولا يحاوره كما يجب أن يعامل المجرمون ويكون مكانهم قفص الاتهام والمحاكمات أو سيخضع إلى ضغوط التي نعرف مصدرها وربما يعني تؤدي إلى إقناعه بوجهة نظر أخرى هناك أدوار عربية سنناقش هذه الأدوار خاصة دور المصري والإماراتي في هذا الإطار حلف الإمارات فيما يتعلق بهذه النقطة ولكن سنتوقف مع فاصل قصير نعود بعده لنواصل الحديث معكم عضو المؤتمر الوطني العام محمد مرغم مشاهدين الكرام فاصل قصير نعود بعده لنواصل فلا تذهبوا بعيدا ترجمة نانسي قنقر حياكم الله مشاهدين الكرام توعد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج بمقاضات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود الجيش في الشرق عقب استهداف أحد الأحياء المدنية في العاصمة الليبية طرابلس 12 يوما على بدء هجوم قواته الخاطف للسيطرة على طرابلس هجوم لم يستطع من خلاله تثبيت جميع محاور الاشتباكات التي أرادها فكانت لحكومة الوفاق السبق والغلبة في معايير القوات العسكرية فعلى صعيد المعارك الدائرة منذ أيام في محيط العاصمة طرابلس أحرزت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً والتشكيلات العسكرية المنضوية تحتها تقدماً ملحوظاً في عدد من محاور القتال بمحيط المدينة حفتر والذي بدت قواته عاجزة عن تحقيق أي تقدم تجاه مركز العاصمة وفشله في تحقيق أي تقدم يذكر في المواقع الاستراتيجية على خلاف التقدم السريع والذي كان في الأيام الأولى للهجوم يبدو أنه اليوم قد بدأ يعد أحجار سبحة الندم عن تلك الخطوة التي يراها مراقبون بأنها كفيلة بإدخال البلاد في دوامة حرب لن تكون رحمة لا بأهلها ولا باستقرار مظاهر الحكم في البلاد خلف الكواليس يعتقد بأن دولاً حليفة لحفتر تحاول لعب دور من أجل الخروج بحل يحفظ ماء الوجه لجميع الأطراف من دون أن يمس بصورة حفتر بعد أن عجز بالقوى عن حسم المعركة لصالحه حيث تعتزم بريطانيا تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو كافة الأطراف لوقف فوري لإطلاق النار وذلك ما يفسر التوجه الغربي هذا أرحب بضيفي هنا في السيديو محمد مرغم عضو المؤتمر الوطني العام أهلاً ومرحباً بكم معنا في هذه الحلقة من محطات سياسية نفتح الملف الليبي ونتابع معكم هذه التطورات في البداية كيف تنظرون اليوم إلى الحالة التي وصلت إليها ليبيا الحالة التي وصلت إليها ليبيا في ذروة الأزمة ليبيا في 2011 عندما انتصر التوار وكان هناك تدخل إيجابي لصالح الثورة أنجزت الثورة في غضون ثمانية أشهر تقريباً مسألة أو موضوع إسقاط النظام وباشرت فوراً في بناء الدولة المدنية الديمقراطية وأصدروا الإعلان الدستوري وأجروا انتخابات في غضون ثمانية أشهر بعد قتل الإيدافي لكن طبعاً قوى الثورة المضادة من أزلام النظام السابق ومن المحيط العربي ومن المجتمع الدولي أيضاً قوى المتنفدة في العالم واضح أنها لا تريد لهذه المنطقة أن تقيم دولاً ديمقراطية مدنية يحتكم فيها الناس إلى القانون تسود فيها القانون ويحتكم فيها إلى صندوق الانتخاب اللي هو يختار من يدير الشأن العام فطبعاً هذا أدى إلى إرباك المشهد وتدخل السفر الأول كان من خليفة حفتر عندما أعلن يوم 14.02.2014 انقلاباً على الدستور وأعلن فيه عبر قناة العربية التي تملكها الإمارات وهو تدار من الإمارات أعلن انقلاباً على الإعلان الدستوري وأعلن تجميد الإعلان الدستوري وحل المؤتمر الوطني العام المنتخب من الشعب وبدأت من هنا بدأت سلسلة التراجع في المشهد الليبي طبعاً لم يجد أي تجاوب في المنطقة الغربية كان يأمل أن يكون لديه أنصار في المنطقة الغربية لكنه عندما فشل ولم يخرج ولم يستجب لندائه الذي أصدره عبر بيانه الانقلاب في التليزيون لم يخرج إليه أي أحد ولا جندي ولم يحرك عودة قش في طرابلس لكنه ذهب إلى المنطقة الشرقية المنطقة الشرقية فيها حراك انتهازي الحقيقة يخمد عندما تكون الدولة قوية ولكن عندما تضعف الدولة يبدأ في المطالبات الفيدرالية وفيها نفس انفصالي أيضاً طيب اليوم لو تحدثنا عن توزع هذه القوى الليبية أين تتوزع على الأراضي ذكرت الشرق وذكرت الغرب من يكون فيها حتى نوضح للمشاهدين في المنطقة الشرقية الآن سيطرة حفتر سيطرة كاملة وأحكم القبض الأمنية على الناس وعلى المواطنين ولم يعد هناك أي صوت يواجه أو ينتقد حفتر أو يعترض على سياسات حفتر أو يعترض على أفعال حفتر الآن حفتر وأولاده وكتائبه يفعلون ما يشاءون يعتقلون من يشاءون يعذبون من يشاءون يقتلون من يشاءون أمام الكاميرات ويفعلون ذلك دون حسيب ولا رقيب في المدة الأخيرة انتقل إلى منطقة الجنوب الجنوب يعني الدولة الليبية عانت فيه من فراغ أمني وسياسي كبير تمدد فيه عبر استعانة بعصابات من كتائب المعارضة السودانية والتشادية استشتراهم بالفلوس طبعا فلوس تأتيه من الداعمين الإقليميين الإمارات والسعودية الأسلحة تأتيه طبعا من الإمارات والسعودية هناك قاعدة جوية إماراتية تحديدا يديرها إماراتيون بها طائرات إماراتية هناك دعم بالطيران والجنود والأسلحة والخبراء من فرنسا قتل لفرنسا جنود على الأراضي الليبية واعترف بهم أولند الرئيس السابق تمدد في الجنوب في الفترة الماضية والآن يريد أن يستكمل مشروعه الانقلابي بالاستيلاء على طرابلس إذا ما تسألنا ماذا فعل حفتر في ليبيا واختصرنا الإجابة كيف تكون؟ هو أربك المشهد الديمقراطي ويريد أن ينقلب عليه يريد أن يقطع الطريق على الطريق الديمقراطية وبناء الديمقراطية بالانقلاب العسكري ثورة مضادة ربما يمكن توصفها بهذا التوصيل ثورة مضادة لأنه الثورة نحن معلنة أهدافها بناء الدولة الديمقراطية المدنية وهو يريد أن يعيدنا إلى حكم العسكر والاستبداد العائلي حتى مش عسكر يعني أولاده الآن هم من يمسكون بزمام الأمور وحتى في استنسخ تجربة القدفية يعني حتى فيها ابنه مش عارف من يحاصل على درجة دكتوراه يقولوا له دكتور أعطاه مشروع شبيه بمشروع ليبيا الغد متع سيف الإسلام سماه ليبيا في العلالي حتى في المصطلحات هناك تشابه حتى في موضوع الزحف وغيرها نسخة مقلدة رديئة التقليد للجدافي والنظامة من المؤلم هنا أن نتابع حفتر وهو يقوم بقصف ليبيا أو قصف طرابلس في الأيام الماضية راح ضحية هذا القصف عشرات من الشهداء والجرحى كذلك الأمر كيف تابعتم هذه البهلوانيات ربما أنصح توصيفها بذلك التي قام بها حفتر وأجر من فيها سلوك حفتر هذا سلوك معروف أي قوة معادية للحاضنة الشعبية أو للساكنة شبيه بالسلوك الصهيوني في غزة وفي جنوب لبنان لا يقيم وزنا للخسائر المدنية عادة الدول التي تحارب الإرهاب داخل أرضها لا تعتمد على قصف بالطيران ولا تعتمد على أي منطقة أنت مسيطر عليها بالجيش أو تعتبر نفسك أنت مواطن فيها لا إذا كان هناك إرهابي ولا مجرم هذا تعتمد أسلوب العمليات الأمنية والاعتقال وربما حتى القنص لكن أنك أنت تقصف بالطائرات هذا أسلوب لا يستخدمه إلا عصابات السهيونية في فلسطين في غزة حتى في الضفة الغربية يعتمدون أسلوب العمليات الأمنية ويطلقون عشرات الجنود لاعتقال المطلوبين لكن أنهم يقصفوا الضفة أول لأن تحت سيطرتهم يقصفها بالطائران ربما هو يتربى في مدرسة الأسد في سوريا في هذا الإطار هؤلاء عداء الشعوب هؤلاء الطغات لا يمتون بصلة إلى الشعوب التي يزعمون أنها محتاجة إليهم ومحتاجة إلى خدماتهم الاستبدادية فهم يقصفونها ولا يبالون وهفعل هذا في بنغازي وفي درنة والآن يكرره في طرابلس يعني هو السلوك هدائي ليس جديدا على حفتر ورغم أن كل المؤشرات تشير وتفيد بأن قوات حفتر هي من أطلقت الصواريخ على طرابلس إلا أن المتحدث باسمها لواء أحمد المسماري أنكر مسؤوليتها عن القصف وحمل المسؤولية لما سمها الميليشيات الرهبية طبعا هنا يشير إلى قوات حكومة الوفاق أنا أبنشير لحاجة وهذا في المقدمة أشرت إلى أن الجيش هو ليس جيشا هو ميليشيات يعني عندك تعي بالتوحيد السلفية فيها المليون نعتبره نسموها المداخلة وعنده كتايب أولياء الدم وعنده صحوات وهو يعني ليس جيشا مرتزقة هم مرتزقة وعنده وعنده جنود مصريين وأسرة ضابط مصري في الحملة الأخيرة فهو يعني وباعتراف حتى من انضم إليه طبعا هناك بعض الضباط قال لحنا ليس جيش العقيد فرج البرعصي قال لحنا ليس جيش ليس جيش يعد على الأصابع العسكريين الذين يعني منضمين تحت قيادة حفتر لكن هذه المناحدة الأولى الكذب هداي أنه هو الميليشيات التي في طرابلس هي التي تقصف طرابلس هذا من أكاديبه يعني هناك فيديوهات منشورة منشورة لجنوده لأتباعه الذين يهاجمون طرابلس يقولون أنه سنعيد طرابلس للأكواخ لحالة الأكواخ لأنه مقصفه حي حي الأكواخ لأنه كان في السابق قبل ظهور نفط فأصبح عمارات فقال نعيده أكواخ فهذا كان هو جنوده كيف يقوله يعني القصف من وبعدين المنطقة التي يزعم بأنها تخرج منها الصواريخ يزعم هو حديقة الحيوان بينها وبين الحي الذي تقصف الطريق العام كيف صواريخ قراد تستطيع أن تقصف هدف يبعد عنها عشرة ثمتار ولا عشرين متر مش باقول هذا يعني هذا لا يحسنون للكذب أيضا هم يكذبون ولكن بغباء يعني الكذب هم مفضوح فيعني لا نلتفذ إحنا إليه كذب يعني اعتدنا على على مثل هذه الأكذب وهم أصلا يعني فكرة الكرامة نفسها قايمة على أكذوبة أنه يبي يحارب الإهراب هي أصلا أكذوبة كبرى صورها للعالم مصور نفسها أنه يحارب الإرهاب والإرهاب داعش خرجت من بنغازي وهو الذي وفر لها الممر الآمن لانضمام إلى إخوانهم في سرط والذين يحاربهم الآن يحاربهم حفتر ويسمي فيهم ميليشيات هم من قاتلوا الدواعش في سرط بؤرة الدواعش الكبرى في ليبيا عندما تمركزوا في سرط ودفعوا فيها أكثر من سبعمائة شهيد في سبيل قضاء على هذا التنظيم الإرهابي فهي يعني يكذب هو يعني لا حصر لأكاذيبه يعني هو عايش على ولكن هنا المجتمع الدولي طبعا يراقب ما يجري ويعرف المجتمع الدولي يعلم ما يجري المجتمع الدولي عندما يقصف عندما اتهم بشار الأسد خصومه بأنهم إرهابيين لم يفعل شيء وعندما يعني اتهم الإخوان المسلمين الذين نجحوا في خمس استحقاقات انتخابية في مصر اتهمهم السيسي بالإرهاب ومنظمة إرهابية لم يفعل شيء لم يخل المجتمع الدولي عنده هدف معين المجتمع الدولي أو أقولك سياسة المجتمع الدولي وهدف المجتمع الدولي أن هذه المنطقة يجب أن تبقى كما كانت في حالة السكون القبوري اللي تحت الاستبداد والتخلف والحكم العسكر ولا تبنى فيها نهضة هناك شراكة بين المجتمع الدولي وبين الطغاة والماريقين الذين يخرجون مؤكد هذا الربيع العربي الآن هو الربيع العربي من مزاياه أيضا كشف الغطاء عن هذه الكدوبة يعني كانوا يحكموننا بالوكالة عن المجتمع الدولي هؤلاء حكامنا الذين نصبهم موظفين لديه القوة المتنفدة في المجتمع الدولي على فكرة طارق متري الذي كان مندوبا للأمم المتحدة في ليبيا قال أنا لا أعرف شيء اسمه المجتمع الدولي وفي الفعل هو هناك قوة متنفدة في العالم ومصادرة أو مختطفة القرار الدولي في مجلس الأمن نحن في سوريا بمجلس الأمن أصبح لدينا معروف باسم مجلس الخوف كذلك الأمر نعم يوم الثلاثاء عقد مجلس الأمن في التوقيت الذي قصف فيه حفتر طرابلس نعم في ذات التوقيت هو الهجوم على طرابلس يوم أربعة أربعة تقريبا أو من حوالي 14 يوم تقريبا الهجوم بدأ على طرابلس عندما كان الأمين العام للأمم المتحدة في طرابلس يزور طرابلس صحيح يعني لا يجرأ أي خصم على مهاجمة منطقة فيها يزورها الأمين العام إلا إذا كان هناك يعني رضا أو شعر بأن هناك رضا ولكن بعد مغادرته لا 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 وهو في نفس المكان هو في العاصمة وبدأ الهجوم على المنطقة الغربية وعلى طرابلس وهو موجود وهو موجود ولما خرج قال قلبي يتفطر على ليبيا يعني كلام طب هنا غستان سلامة ما الذي يقال غستان سلامة كذلك تجاهل كل جرائم حفتر وإحنا قلنا له غستان سلامة قلنا له الذي فعله في قنفودا في بنغازي منطقة حاصرها ومنع عليها علها الماء الماء والدواء والطعام ناس ماتت عطشا ومع ذلك لم يفعلوا شيء لم يفعلوا شيء هؤلاء لا يبحثون عن المجرمين ليعاقبوهم هؤلاء لا يبحثون عن المجرمين لينصبوهم علينا حكاما وطغاة هذا الدور الذي يلعبه غستان سلامة هذا الدور الذي يلعبه ما يسمى بالمجتمع الدولي والمبعوث الأمم نعم وهو موظف لديهم حكاية الاستقلالية والنزاهة والوحدة اللي مفروض تكون في مبعوثين دوليين وهم إذا هناك هناك صفاف على الأقل في منطقتنا ربما في مناطق أخرى في نزاعات أخرى في العالم ربما يبعثون شخصا وعطوهنا والاستقلالية والنزاهة ولكن في منطقتنا هم يعني هم يعتبروننا خصما حضاريا لا بد من كسره ولا بد من أن يحجبوا عنه هذه الحقيقة اليوم نعم وهذه حقيقة من ألف عام في الأيام السابقة نشرت قوات حفتر مقاطع فيديو تظهر إطلاقها صوريخ جراد على مناطق بالعاصمة وكانت تلك القوات بدأت في الرابع من الشهر الحالي هجوما تحت مسمى طوفان الكرامة لاجتياح طراء الروسوسي طرت على أو في بدايته على مدينة غريان ردت حكومة الوفاق بإطلاق عملية بركان الغضب ما المتوقع بعدها المتوقع بعدها اللي حصل لأن هناك انكسرت حدة الهجوم الغادر المناطق التي احتلها في غريان وفي بعض المناطق احتلها ليست بمواجهة عسكرية المناطق التي احتلها احتلها في غريان مثلا اشترى بعض الكتائب أو بعض المسلحين أو بعض من أقنعهم أو أغراهم بشيء ما ودخل المدينة بدون قتال ليس هناك قتال عندما وجه بالقتال اندحرت قواته في كل المواجهات بل كانت تستسلم استسلمت كتائب كثيرة وسلمت أسلحتها وسلمت مدرعاتها وسلمت في القتال يجبنون ولهذا عندما شعر بالهزيمة لم يجد إلا أن يلوي ذراع المقاتلين والمدافعين بقصف المدنيين رأينا هذه الجرائم التي تتفضل بذكرها رأينا فيز سراج طالب تحويله لمحكمة الجناية الدولية في هذا الإطار هنا كذلك المبعوث الدولي إلى ليبيا يعني يتحدث بعد تصريحات فيز سراج ويقول استخدام الأسلحة العشوائية والمتفجرة في المناطق المدنية يشكل جريمة حرب برأيك هل سيكونك سياق يأخذ مسار تصعيدي من الممكن أن تقول أو يقول المجتمع الدولي أو مجلس الأمن تعالوا فنجربوا حفتر أم أنهم سيطلقون يده بشكل أكبر أنا أعتقد أن يعني لن يكونوا جادين في ربما يبيعوننا كلاما وأوهاما كما الخط الأحمر والإندار الذي أطلقه أوباما لبشار الأسد والأسلحة كيموية خط أحمر وهذا ذلك كله أصبح يعني كلام لا معنى له ولا وزن له ولا أثر له في الواقع وأطلقت يد بشار وكذلك أطلقت وهذه ليست أول الجريمة الأولى حصار قنفودة وحصار بنغازي وحصار درنة سوابق ولن تكون طرابلس يعني أكرم على ما يسمى بالمجتمع الدولي من 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 درنة ومن بغازي ومن حلب ومن حما ومن الغوطة ومن درعة ومن غزة هذه أشياء يعني نحن أمة واحدة وينظرون إلينا هكذا ينظرون لعينينا يجب أن تبقوا أحياء كسوق لمنتجاتنا ولكخدم لنا وترواتكم يجب أن تذهب إلينا هناك إذا كان عندكم بترول أو عندكم أي موارد أخرى يجب أن نكون تحت يدينا وتحت سيطرتنا هذا هو هذا هو سياستهم هذا ما يقودهم لكن بالمقابل المبعوث الأممي أدانا هذا القصف الذي قام به حفتر ولم ينسبه إلى حفتر قال أنه يتحمل المسؤولية ليس كل من شارك فيها بل كل من أعطى الأوامر كذلك الأمر أيه باهي لكن هو هل قال حفتر لم أسمع أنا لم أسمع هو السراج السراج لأول مرة ليلة الأربعاء يذكر اسم حفتر ليلة القصف يذكر اسم حفتر ويصفه بالإجراء رغم المطالبات يعني المطالبات ليش ليش السراج تأخر في هذا لأنه صنيعة المجتمع الدولي لأن الذي عين السراج هو المجتمع الدولي وبالتالي لا يريد أن يغضب المجتمع الدولي ويرى أن حفتر يعني أو كان يرى على الأقل إلى ما قبل ليلة الأربعاء كان يرى أنه ممكن يكون شريكا في في الحل السياسي لكن الآن يراه مجرم حرب هو الآن قال هذا الكلام ولا أدري لا أدري نتيجة هذا الكلام على الواقع على الأرض الواقعة هل سيذهب يعني إلى نهاية الطريق في هذا الموضوع ويعتبره مجرما ولا يجلس معه ولا يحاوره كما يجب أن يعامل المجرمون ويكون مكانهم قفص الاتهام والمحاكمات أو سيخضع إلى الضغوط اللي نعرف ومصدرها وربما يعني تؤدي إلى إقناعه بوجهة نظر أخرى هناك أدوار عربية سنناقش هذه الأدوار خاصة دور المصري والإماراتي في هذا الإطار حلف الإمارات فيما يتعلق بهذه النقطة ولكن سنتوقف مع فاصل قصير نعود بعده لنواصل الحديث معكم عضو المؤتمر الوطني العام محمد مرغم مشاهدين الكرام فاصل قصير نعود بعده لنواصل فلا تذهبوا بعيدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر